السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة السابقة تعرفنا على الفرق بين entendre و écouter يسمع واليوم سنتعرف على الفرق بين voir و regarder أولا لنتعرف على معنى voir و regarder ثم نفرق بينهما كلا الفعلين regarder و voir نقصد بهما الرؤية بالعين غير أن هناك فرق واضح بينهما فالفعل voir يعني يرى أي أنه ليس أعمى بل له عينان يرى بهما فهو يرى بهما لا إراديا كل ما يحيط به طالما هما مفتوحتان دون أن يعيره انتباها يعني لا إراديا أما الفعل regarder فلا نقصد به الرؤية فقط وإنما يتطلب هذا الفعل النية والإرادة من طرف الشخص الذي يقوم بهذا الفعل فهو ينظر بإرادته للناس أو الأشياء التي يريد أن يراها يعني أنه ينظر بانتباه وتركيز نقول أنه يحدق ينظر باهتمام فمثلا إذا قلت ينظر باهتمام ينظر بكيز جيداً يرتدي نظرة إذن حاسة البصر لديه ضعيفة لذلك يرتدي نظرة هنا استعملت لأنني أقصد بها حاسة البصر مثال آخر ينظر إلى هذه اللوحة لساعات يحدق في هذه اللوحة لساعات يعني هنا بإرادته مثال آخر رأى هذه اللوحة هنا بدون إرادته فقط كان مراً بجانب اللوحة فرآها لاحظوا معي هذا المثال أيضاً نظرت بتماع لكنني لم أرى شيئاً إذن هنا تظهر إرادة الشخص في التحديق نظرت جيداً لكنني لم أرى شيئاً حدقت جيداً وقلنا أن الفعل لا نستعمله لهذا الغرض فهو فقط يعبر لنا عن حاسة البصر والقدر على الرؤية حتى بدون إرادة الشخص طالما عينه مفتوحة أما هنا فالشخص يرغب بإرادته في المشاهدة والتمع لذا لا نستطيع أن نضع هنا الفعل نفس شيء بالنسبة لي لا أستطيع أن أقول لأن المعنى الذي أريده أنه لم أستطيع رؤية شيء لم أرى شيئاً لذا لابد من استعمال الفعل فهذا يعني حاسة البصر لنأخذ مثالاً آخر الظلام حالك نحن لا نرى شيئاً إذن ماذا سأستعمل؟ voir أو سأستعمل regarder نعم بما أن القصد هنا هو حاسة البصر إذن سأقول مثال آخر انظر هناك إذن ماذا سأقول؟ نعم سأقول فهو سيوجه عينيه إرادياً لينظر إلى هناك لذا استعملنا مثال آخر ماذا سأقول؟ هنا بحسب المعنى فمثلاً إذا كنت أريد أن أقول أني أرى تلفازاً يعني أن ما أراه أمامي هو عبارة عن تلفاز فسأقول أما إذا قصدت أني أرى تلفاز فأنا أقول وهذا خطأ يقع فيه البعض حيث يقولون جو فيه تلفاز ويقصد أني أرى تلفاز يعني أني أرى تلفاز هذه الصور على تلفاز مثال آخر هل أرى تلفاز هل رأيتم أفاتيحي أو هل رأيتم أفاتيحي؟ يشاهد الناس تلفاز كثيراً ماذا سأقول؟ نعم Les gens regardent trop la télévision مثال آخر Je ne vois pas ce qui est écrit sur le tableau là-bas أو Je ne regarde pas ce qui est écrit sur le tableau là-bas أنا là أرى ما هو مكتوب على السابور هناك إذن ماذا سأقول نعم Je ne vois pas ce qui est écrit sur le tableau là-bas مثل آخر Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? J'ai l'impression que les gens me regardent bizarrement Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? J'ai l'impression que les gens me voient bizarrement هل لدي شيء على وجهي ? أشعر أن الناس ينظرون إلي بغرابة إذن ماذا سأقول نعم Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? J'ai l'impression que les gens me regardent bizarrement أتمنى أن يكون الفرق واضحا لديكم إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر